نادي زيت كلمنا عن مشروع دوت عايز عرف وصل دكين كل الفطر بتاعتنا على المدى البعيد يعني احتمال الفيرستين بس هو الحاجة اللي حصلت اللي احنا بنعمل لها تارجت لكن احنا كل قصتنا في قطاع الناشئين هو ده المشروع الاهم بالنسبة لنا عندنا مشروع كبير في 6 أطوبر دلوقتي بنعمله عدد من الملاعب كبير جدا بنعمل اكبر اكبر مجمع ملاعب في الشراك الاوسط حيبقى عندنا تارجت ان احنا يبقى عندنا عدد كبير جدا من لعيبة بنعمل احنا دلوقتي عاملين شراكة مع اسطن فيلا هم شركة معانا دلوقتي في مصر في قطاع في قطاعات الناشئين بنصفر لعيبة كتيرة جدا يعملوا الترايل برا سواء في البرتغال سواء في فيلا بنصفر لعيبة جبنا مداربين من برا جبنا مداربين من عندهم عندنا الكابتن علي نبيل هو رئيس المنظومة عندنا مارتن واحد من الكبار جدا في العالم في مجال اليوث شغال عندنا تارجت وحلم ان احنا يكون عندنا كذا صلاح كذا النني كذا حجازي كذا طرق حامل كذا حسوجالي كذا عماد متعب بس يكونوا موجودين برا هو ده التارجت وهو هذا الهدف بتاعنا ان شاء الله بإذن الله في العشر سين جاي اكبر مشكلة عندنا الانجال خاصة ان ظهرت في العشر خمسنوش في سنة دقيقة ان فلنهم بيفشوا كاسم لكن محدش بيوسري المنظومة الرياضية في مصر ببنية تحتية بقطاع او طريق فالتالي العديد اقوية ما بتحصنش بلدي اكتبالي دجلة طبعا هوا اللي عمل كده فانا وحضرتك عملت الملاعب دي اعتقدت دي خطوة اولى ان انتو تبت فعلا قصرير دو ان ابو اذن المنظومة الرياضية في مصر ببنية تحتية قوية ان ابو اعتقدت المصر كلها بحتاجها قال دي وكده او اقدمها كمان لمنعب او استير يعني كيما بعد عاملين حاجة انبر من كده ان شاء الله بكتير يعني احنا عاملين عدد كبير جدا من الملاعب مشروع كبير مش ملعب ولا اتنين ولا ثلاثة احنا عاملين حاجة ان شاء الله بإذن الله تبقى يعني حاجة كبيرة جدا تكون موجودة في مصر عندنا بلان ليها مختلف وترجط مختلف ان احنا كل الولاد اللي عندنا يتمرنه في وقت واحد الملعب بيتلعب عليه مساءات بس في اليوم لمدة 4-5 إيام هو ده عشان تلاقي الملعب أصلا لان كل ملعب ليه سيانة بشكل معين وليه قصة وهو ده اللي بتباصل وملعب ان هو الملعب اللي بتلعب عليه pertama team هو اللي بتلعب عليك كلان ناشين هو اللي بتمرن هو اللي بتلعب عليه تلعب عليه منشار بتبقى هي دي المشكلة القصة اللي انت بتقولها ودي قصة مهمة جدا الرياضة هي صناعة طويلة المدى واستثمار محتاج ملاءة مالية ومحتاج جراءة ومحتاج رؤية ومحتاج وقت اي استثمار بتاع حزرع النهاردة وحص البقرة ده مش هيبقى موجود مش في الرياضة المهم ان انت تلاقي المستثمرين اللي عندهم الرؤية والقناعة دي زاد النهاردة ان يكون الرياضة جزء كبير من ماركتنج مشروع زاد هو مشروع استثماري كبير ما شاء الله دلوقتي بر الرياضة وزاد جزء من قورة يعني قورة هي الاسم الشركة او الشركة الام الرياضة قدرت تقبر الاسم يعني قدرت تودي اسم زاد قبرته بشكل كبير جدا في وقت قليل جدا لو كل الصناعات وكل الشركات شافت ان الرياضة هو بوابة او مدخل تخش منه للجزء الدعائي والاعلاني اللي منتدك ودي هتقبرك حيقدر يصرف فيها مبلغ كبير هنا هيحصل تطوير كبير جدا في صناعة الرياضة اشتركوا في القناة